أهلا بكم في نشرة الأخبار بعد جلسة سرية استغرقت قرابة ثلاث ساعات قدمت الحكومة استعراضا للاستثمارات الكويتية في الخارج وانتهت اللجنة بتكليف ديوان المحاسبة التدقيق في المعلومات الحكومية حيالها كما شكل المجلس لجنة تحقيق بأداء مكتب لندن للاستثمار بعدما شاب عمله العديد من الملاحبات منها استدعاء الحكومة لغالبية موظفي المكتب واستبدالهم ما دعا بعض النواب للقول إنها تمهيد لسرقة كبرى وأقر المجلس قانون هيئة النقل والطرق في مداولته الأولى رغم التحفظات الحكومية على بعض مواده الفنية ومن هيئة الطرق والنقل عاد النائب السابق عادل الصرعاوي إلى المشهد السياسي بعد تكليف المجلس وانتخابه كنائب لرئيس ديوان المحاسبة عودة الصرعاوي جاءت بترشيح من رئيس المجلس عن طريق تزكية من رئيس ديوان عبد العزيز العتساني ورئيس لجنة الميزانيات النائب سيد عدنان عبد الصمد أغر مجلس الأمة اليوم في جلسته العادية غانون هيئة النقل في مداولته الأولى مع وجود بعض التحفظات الحكومية على عدد من مواده الفنية وتم الاتفاق مع لجنة المرافق العامة على الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل كما وافق المجلس على انتخاب النائب السابق عادل الصرعاوي كنائب لرئيس ديوان المحاسبة وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم أن ترشيحه للصرعاوي جاء بعد تسكيته من قبل رئيس الدوان عبد العزيز العتساني ورئيس لجنة الميزانيات أن أب عدنان سيد عبد الصمد بناء على تسكية من العم عبد العزيز العتساني رئيس ديوان المحاسبة رشحت الأخ عادل الصرعاوي وإيضا كانت تسكية من الأخ الفاضل عدنان عبد الصمد رئيس جهة الميزانيات وحظى بأغلبية ساحقة يعني بغض النظر عن امتناع الحكومة كانوا حاضرين بخمس وزراء وكانت جلسة اليوم قد ابتدأت بعقد جلسة خاصة سرية لمناقشة الاستثمارات الخارجية وانتهت الجلسة بتكلف ديوان المحاسبة التدغيق بما تم عرضه من قبل الحكومة التي قدمت تصوراتها الحالية والفعلية للاستثمار كما شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بعمل مكتب الاستثمار في لندن وهو ما لم توافق عليه الحكومة تقدم طلب اخر بتشكيل لجنة تحقيق اقترحت كحكومة بان تكلف احدى اللجان اما لجان حماية الامال عامة او لجنة المالية او لجنة الميزانيات وان تقوم بهذا الدور حتى لا نتطلع على المجلس تمسك الاخوان بطلبهم واعترضت الحكومة ولكن دار التصويت وتم تشكيل اللجنة سوف نتعاون مع هذه اللجنة كما سوف نتعاون مع ديوان محاسبة من جانبه كشف الناب عبد الحميد دشتي انه سيزود بعض اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بالمستندات والمخالفات الخاصة بمكتب لندن للاستثمار متمنيا للنجاح للجنة الاخوان الموجودين نعول على بعضهم واحنا متواصلين معاهم وان شاء الله الجميع لن يقصر في ان يضع يده على مواضع الخلل والفساد ان وجد وكان المجلس قد اغرى ايضا وسط رفض حكومي تعديلا على قانون الرعاية السكنية يقضي بالسماح لمن تصرف بمنزله وسدد مبلغ بنك الاعتمان حق الرعاية السكنية مرة اخرى الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الاستثمارات الخارجية انتهت بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات فيها فيما شهدت الجلسة العلنية اقرار قانون هيئة النقل وقد تبقى الموافقة على تعديل مادة بغانون الرعاية السكنية مشروع ازمة بين السلطتين ما لم يشفع العدد الضئيل للمستفدين من هذا التعديل لتغير الحكومة رأيها حوله في المداولة الثانية حمد النبهان من مجلس الامة قناة الكوت